واستأذنك نبتدي بالجزء الأخير من كلامنا هاواند فكرة أن أنت ودي عدت علينا قبل كده على فكرة كذا مرة فكرة أن أنت تبقى فعلا عندك يعني نجاح مدوي في بطولة ماء أو يعني خلصت مطش بنتيجة كبيرة وبعكاب عندك مطش تاني قوي مش بالضرورة تشوف نفس اللي شفته في المطش اللي قبلها شايف الموضوع ده بالذات زي ما هاواند قالت كده يانج آفريكانز احنا طبعا عدينا وخلاص مفيش مشكلة هي بس طبعا اللي هي بتخوفة من التعدد خلاص فهتاخد المباراة بسلاسة شوية مش بجدية أكتر إنما ده ما بيحصلش في النادي الأهل كتير إنما يقافة اللعاب المصري كده يعني دي قافة في لعبة الدورة كله أو في لعبة المصرية كلها إنما النادي الأهل الطبيعي جدا ما يحصلش منه يعني ما يحصلش أنه يتراخى أو سوري إنه هو يلعب يعني مستوى أقل من الأبو مش مستوى أقل مش عايزين مستوى أقل إنما خلاص هو ضمن فمش محتاج المباراة قوي فهي دي ممكن يحصل فيها دي التخوف من هاواند هي أقلت كده إنما أنا شايف إن شاء الله يعني برضو النادي الأهل اسم كبير لازم يحافظ على اسمه وتاريخه واللي عمله فطبعا أنا شايف المباراة إن شاء الله هتبقى تطلع كويسة جدا هتطلع بالمنظر اللي عليك بجمهور النادي الأهل وبلعبة النادي الأهل وبجهازه الفن إنما بعد مباراة قوية بيحصل انت عاش شوية فرح أكثر شوية ثقة زائدة برضو إجهاد ممكن يكون بس أنا شايف إن كولر بيعمل تدوير في لعبة طبعا ما لعبتش وكان في لقطة طبعا إن كان طار محمد طار حزين شوية إن هو ما لعبش وما شاركش مع بلدية المحل وكان طلقت على فكرة الجماهير حبوها يعني حرس اللاعب دايما هو يبقى متواجد مع الفريق في كل المباراة ده أمر طبعا رائع جدا تمام جدا وطبعا هو طبعا كان نفسه يشارك إنما أنا شايف إن في لعبة لعبة المباراة بتاعت إنبارح يعني مش مقيدة في أفريقيا فطبعا الراجل طبعا بيريحهم شوية على أساس برضو يلعبوا المطش الأفريقي ويشوف الناس الجديدة اللي جات يعني زي وسام أو زي مودست برضو ترجمة نانسي قنقر